من قناة الجديد في بيروت مساء الخير زمن القهقرة الإسرائيلية في لبنان يتكرر في غزة ففي عدوان العام 2006 بدأ العدو برفع راية وقف إطلاق النار منذ اليوم الرابع وللآن ما تزال إسرائيل في مرحلة استقلاص العبر من ليلة تدمير البارجة ساعر خمسة عند بحر بيروت مساء الرابع عشر من تموز بصاروخ سي 82 غزة تستنسخ مشهدا مماثلا وصواريخها تفرض على إسرائيل توسل الهدنة في اليوم الخامس من العدوان وتدفع بقادتها إلى التسلل نحو القاهرة للتفاوض على وقف النار إذ وصل مسؤول إسرائيلي إلى مصر في الوقت الذي أجرى فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل محادثات مع الرئيس محمد مرسي مهدت تل أبيب لهذا التراجع بتصريحات باحثة عن الخلاص فنوها شيمون باراز بجهود مرسي لوقف النار واتهم حماس بأنها رفضت اقتراحات الرئيس المصري للتهدئة التي قال إن إسرائيل تريدها لأن هدفها هو السلام وهدفهم التدمير أما وزير الخارجية أفكدور لبرمان ذو الصيط العارم بالتطرف والعنصرية والمواقف المتشددة فقد أعلن أن إسرائيل مستعدة للنظر في التهدئة مع المجموعات الفلسطينية المسلحة شرط وقف القذائف من غزة ولما كابر لبرمان وتجسر على طلب النجدة فإنه كيس المهمة لنظيره الفرنسي لوران فابيوس وقال إن لديه مقترحات للهدنة مساعي طلب وقف النار دفعت بها إسرائيل عبر المزيد من الغارات التي كانت أقصاها اليوم حيث سقط في الساعات الماضية أكثر من عشرين شهيدا بينهم خمسة أطفال من عائلة الدلو وبذلك تفاوض تل أبيب بورقة النار وتعتقد أن غزة ستصرخ أولا وتتخلى حماس عن شروطها لكن المقاومة تابعت سيرها إلى تل أبيب وأشدود وعسقلان وبئر السبع حيث أطلقت اليوم أكثر من سبعين صاروخا بينهم ما كان متطورا يطاول عمق ثمانين كيلو مترا هي صواريخ استهدفت أيضا العمق الانتخابي لحملة بنيامين نتنياهو بحيث بدأت التحليلات داخل المجتمع الإسرائيلي تؤكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية خاب ظنه من استثمار الحرب في صندوق الانتخاب بعدما وضع مليون ونصف مليون إسرائيلي تحت الأرض وعلى خط النار الآن الصراع بين المقاومة وأسرائيل ولا دور للعرب إلا بتنظيم الوفود إلى غزة والوقوف عند دمارها وهم للمناسبة ما زالوا يدرسون مسألة إبقاء المبادرة العربية على الطاولة في وقت قلبت إسرائيل الطاولة على رؤوس العرب بأوراقها المتآكلة بمرور الزمن من يصنع الحل هي لغة الصاروخ أطال الله عمره ومداه ترجمة نانسي قنقر